اهلا بكم اعزائي طلبة طلبات التعليم الفني مع حلقة جديدة من حلقات في طريق النجاح النهاردة هنكمل حلقتنا عن مادة التخطيط للصف الثالث قسم الملابس الجاهزة الحلقات اللي فاتت احنا تكلمنا فيها عن ادارة الموارد البشرية وكيفية التخطيط لادارة الموارد البشرية داخل مصنع الملابس الجاهزة واتكلمنا عن الدور اللي بتقوم بادارة الموارد البشرية وايه هي خطوات نجاح الادارة وبطاقة الوصف الوظيفي وكيفية اختيار الافراد اللي هيجي يشتخلوا داخل المؤسسة او المنظمة واخدنا بطاقة الوصف الوظيفي والمسمى الوظيفي وكيفية بعد كده دخلنا في التدريب واهداف ادارة التدريب وكيفية ان ادارة التدريب بتتعاوب مع ادارة الموارد البشرية في تدريب الافراد اللي هيشتغلوا داخل المؤسسة او المنظمة وانه احتياجات المنظمة من التدريبات اذا كان فيه الات او معدات جديدة بتدخل عندي هدرب عليها الفنيين او ان انا او برامج جديدة بتدخل بدرب عليها الفنيين اللي موجودين وكمان بدرب الافراد اللي هم الجدد اللي جايين يشتغلوا عندي داخل المنظمة او المؤسسة اتكلمنا عن ادارة التدريب وتعريف واهمية ادارة التدريب هنتكلم النهاردة عن البرامج التدريبية المتاحة داخل المؤسسة او المنظمة وهي انواع البرامج التدريبية اللي بيتم على اساسها تدريب الافراد داخل المؤسسة بتاعتي طبعا احنا قلنا ان التدريب ده مهم جدا لان انا بدرب الافراد على الالات والمعدات لازم اكون مواكب التكنولوجيا الحديثة اللي هي موجودة داخل المصانع واي تكنولوجيا جديدة لان احنا عارفين ان صناعة الملابس الجاهزة في تطور مستمر وتطور مرتفع والتكنولوجيا دخلت في مجال الصناعة بتاعة الملابس الجاهزة في الالات والمعدات والماء وكمان الاقمشة والمنصوجات كل ده بقى في تطور مرتفع جامد جدا في التكنولوجيا فلازم يكون اي مصنع او مؤسسة يكون مواكب هذه التكنولوجيا يكون ملم بيها وعنده كل التغطية الكاملة لكل اي اي تكنولوجيا حديثة تدخل على المجال ده ويبقى عنده هيئة تدريبية عالية لتدريب الافراد عنده لمواكبة التكنولوجيا الصناعية المستمر تعالوا نتكلم النهاردة عن التدريب وهنتكلم عن البرامج التدريبية تعالوا نشوف البرامج التدريبية النهاردة هنقول فيها ايه انواع برامج التدريب البرامج او الحاجة البرامج التوجيهية يعني ايه برامج توجيهية يعني انا بعمل التدريب ده للتوجيه يعني انا بوجه لحاجة معينة او برشد على حاجة معينة فبعمل التدريب ده عشان اوجه به الاشخاص والافراد او توضيح بعض المعارف الغير واضحة ليهم اول حاجة تعريف الموظف الجديد على مهام عمله يعني انا بيجي لي موظف جديد لسه شغال عندي جديد فلازم يعرف ايه هي مهام العمل بتاعه وبعدين كمان يجب تقديمه لزملائه في العمل يعني لازم يكون عارف يتعرف على زملائه في العمل من دول اللي يشتغل ايه معاهم واعطاقوا فكرة عن اهمية وظيفته ومركزه بالنسبة للمنظمة لسرعة ارتباطه بها يعني لازم يكون حسسه باهميته وان المنظمة محتاجاة وان هو لازم يكون ايه على القدر الكافي من ايه المعرفة ويكون والانتماء للمنظمة بتاعته التغلب على مشاعر الخوف والقلق التي تصاحب اي عمل جديد وشعوره بالرضى عن عمله التدريب في الوظيفة او في اماكن خاصة التدريب ببقى في الوظيفة اللي هو يشتغل فيها او ممكن اكون مجهز مكان خاص للتدريب بدرب فيه الناس عندي عندما يكون مكان العمل لا يسمح بالتدريب يتجه التدريب الى اماكن ايه خاصة يعني انا لو عندي المكان ما بيسمحش للتدريب بعمل مكان خاص ايه بيشبه نفس مكان العمل بعمل مكان خاص ايه بالتدريب قد يكون العمل صعبا او يؤثر على الانتاج او تعرض المتدرب الى الخطر يعني برضو انا اهم حاجة ان انا المكان التدريب ده ما يأثرش على ايه ما يسبب ليش اي اثر جانبي او اي خطر على المتدربين او الخوف على سلامة الاخرين او اتلاف المعدات غالية السمن يعني برضو لازم احافظ على المعدات والاليات بتاعتي داخل المؤسسة واحافظ على سلامة الاخرين من الاصابات يتم التدريب في اماكن شبه اماكن العمل الفعلية زي مثلا تدريب الطيران طبعا هو تدريب الطيران مش هيجيبه حد يجيبه طيارة ويطلعوه على الطيارة بيبقى بيعملوا تدريب شبيه بده في مكان يشبه التدريب حيث ان هم يتدربوا ما يبقاش في اي اصابات عيوب هذه الطريقة ان العامل في حاجة للظروف الطبعية الواقعية مع المدرب اسناء تأدية عمله يعني بيبقى فيه عدم توافق شوية لان بيبقى ده شبه مكان التدريب ولكن ليس مكان المصنع نفسه فبيبقى المتدرب محتاج ان هو يعيش يبقى لامس ظروف العمل والظروف الطبعية والواقعية اللي هيبقى هيتم فيها تأدية عمله ده فبحاول اوفر ده في المكان بتاع التدريب عشان يبقى ايه شبه يبقى ايه بيمر بالظروف الطبعية والواقعية اللي بيمر فيها داخل ايه العمل تاني حاجة بقى التدريب العلاجي التدريب ايه العلاجي ايه هو بقى التدريب العلاجي قد يحتاج العامل الى تدريب اضافي اذا فشل فيه تحقيق مستوى الاداء المطلوب يعني انا دلوقتي بعد ما دربت الاشخاص على العمل دربتهم فلاقيت ان هم بعد الحاجات او بعد المهارات اللي هم اتضربوا عليها في بعض الافراد واقع منهم جزء او ان هم خرجوا من التدريب مش فاهمين حاجة لان انا عندي فروق فردية فالفروق الفردية دي فيه اشخاص هتفهم من اول مرة فيه اشخاص هتفهم نص ونص فيه افراد مش هتفهم خالص فطبعا انا لازم اروعي الفروق الفردية في التدريب فانا ماش هاجي قدامي الناس اقولهم ده الشخص ده انت ما فهمتش او انت ما اكتستش التدريب فانا هعدهولك تاني انا ممكن بطريقة اخرى ان انا ادربه بس غير ما احسسه ان هو مش فاهم او ان هو مستوى اقل من زميله واستعابه اقل من زميله فده بنسميه التدريب ايه العلاج تعالوا بقى نشوف التدريب العلاجي هنا قد يحتاج العامل الى تدريب اضافي اذا فشل فيه تحقيق مستوى الاداء المطلوب في حالة ان ينسى العامل الطريقة السليمة واتباع طرق مختصرة اقل جهد ادخال وسائل اوالات ايه حديث قد يكون التدريب العلاجي محرجا للعامل ويعتبر تقليل من زكاؤه وكفاعته بعد كده عندي التدريب للترقية طبعا التدريب للترقية ده احنا بنقول ان انا عدلوقتي عندي افراد هيتم ترقيتهم من درجة لدرجة اعلى فهيتنقلوا لوظيفة اعلى فبالدالي ان هما لازم يعمل لهم عاملية تدريب عشان اوصلهم للايه للدرجة اللهم هيترقوا لها ويبقى فاهمين العمل اللي هيقوموا به ومهام وظيفتهم الجديدة هتكون ايه فانا بعمل تدريب اسمه تدريب للايه للترقية تعالوا نشوف تدريب الترقية ده محتوى ايه يبقى التدريب للترقية تدريب الافراد الى وظائف اعلى يلزم ذلك معارات وظيفية اعلى وهم في وظائفهم الحالية وايضا من الوسائل المتبعة استماح للعاملين بدراسة بعض الوقت ودفع جزء او كل المصاريف الدراسية قد ينتقل العامل بعد كل هذا التدريب والتكلفة التي صرفت عليه الى شركة ايه اخرى يجب على الشركة تكون جاذبة للعامل وتهيئ له الظروف المناسبة للعمل ليكون له ولاء للشركة عوامل نجاح سياسة التدريب ايه يبقى عوامل نجاح سياسة التدريب التدريب يعني تغيير انماط السلوك انا بعمل تدريب ليه عشان اعمل تغيير في انماط السلوك وهي عملية صعبة جدا لان العامل يقاوم يقاوم المعرفة الجديدة العناية بوضع برامج تدريبية ناجحة لتحقيق اداء افضل لازم يكون عندي برامج تدريبية احط برامج تدريبية تكون نجحة عشان احقق الايه حماس العاملين لتحقيق اداء افضل ارتفاع الروح المعنوية للعمال سقط العمال في التدريب حيث سيعود عليهم بالنفع سقط العمال في انفسهم بقدراتهم على استعاب الجديد في التدريب لابد للتدريب ان يهدف الى الاجباع الوظيفي والانتاجية العالية سياسات التركية تدعم سياسة التدريب اعداد اشخاص اصحاء ذهنية ونفسية تشجيع المتدرب على التحليل بقصد الوصول الى حلول المشاكل التي يتعرضون ايه لها يشجع البرنامج العراء الصريحة لمعرفة مختلف فجهات النظر ان يكون البرنامج مرنان وذلك لتتاح لهم الفرصة في تجربة الترك الجديدة ويدخال مقترح او تعديل عن اقتناع وفائدة نجي بقى نشوف ايه نموذج لاحدى التدريبات في مجال صناعة الملابس الجهزة والتليكو تهدف برامج اعداد وتدريب العمالة الفنية لصناعة الملابس الجهزة والتليكو بقطاع الصناعات النسجية لتحقيق الاهداف العامة للعملية الانتجية يعني الهدف ان انا احقق الاهداف العامة للعملية الانتجية هي ان يصبح الانتاج بالجودة القياسية المطلوبة يعني انا عايزة انتاج عايزة الجودة الانتاج بتاعي يكون بجودة قياسية ايه مطلوبة طبعا الانتاج يكون بالكميات الصحيح يكون الزمن بتاع الانتاج يكون متفق عليه يبقى انا بعمل التدريب دوت علشان اوصل للحاجات دي ان يكون ان يصبح الانتاج ايه الانتاج بالجودة القياسية المطلوبة بالكميات الصحيحة في ازمنة ازمنة ايه ازمنة المتفق علي يعني يكون الوقت اللي هيخلص فيه المنتج ده يكون زمن متفق عليه خطة التدريب هو التدريب ليه خطة او طبعا لازم احط خطة للتدريب ممكن الخطة دي تبقى سنوية ممكن تبقى شهرية ممكن تبقى اسبوعية ممكن تبقى كل 15 يوم يبقى انا لازم اكون حطة خطة للتدريب بتاعي داخل المؤسسة او المنظمة بتاعتي عشان ابقى عارف خطة التدريب لان انا الفروض ان انا عندي تركي يبقى انا معانا كده ان انا عندي فقط بعض الافراد الموجودين بيباليهم معاد معين للترقية لازم يكون عاملة خطة للتدريب ده عندي برامج تسقفية ممكن اديها للافراد عندي برامج للسلامة والصحة المهنية وده مهم جدا البرنامج دوت ان الفنيين والافراد اللي شغالين داخل المصنع يكون عارفين برنامج السلامة والصحة المهنية ممكن كمان يبقى فيه برنامج عن الاسعافات الاولية المخاطر والكوارث دي برامج ممكن احطها بتبقى برامج تسقفية وبتبقى برامج هادفة للافراد اللي شغالين عندي في المصنع تعالوا نشوف خطة التدريب وايه هي المحتوى بتاع خطة التدريب خطة التدريب لنجاح اي عملية تدريبية لابد من قياسها في ضوء الضبط الاحصاء لازم يكون عاملة احصائية لاحتياجات التدريبية لتحديد زمنها وقياس تطورها لدى كل متدرب يعني لازم اكون محددة الزمن وكمان هشوف هي هتضيف ايه للمتدرب وهتطور في ايه يبقى شوفتوا بقى المهم جدا ليه التدريب يبقى لنجاح اي عملية تدريبية لابد من قياسها في ضوء الضبط الاحصائي لازم يكون عاملة احصائية لبرامج التدريبية دي ومحدد زمن التدريب كمان ومحدد هتطور ايه داخل المتدرب يعني المتدرب اللي هيحدى ده هيستطوره انا عايزة التدريب ده يرفع مهارة ايه يعدل سلوك ايه هو ده اللي مهم جدا اللي هيطلع منه من التدريب عشان التدريب ده ينجح يتم اكساب المهارات بترتبها من الابسط الى الاقصر تعقيدا في ضوء تحليل المهارات يعني انا مش لازم اعمل المهارات الصعبة في الاول لا لازم اكون مبسط له الدنيا اثناء التدريب علشان انا لو التدريب بدأ بالاقصر تعقيدا او بالصعوبة مش هيقدر يفهم انا عايزة منه ايه او متطلبات ايه العمل يبقى انا ببسط له التدريب جدا ببدأ من الابسط الى الاقصر ايه تعقيدا تحليل المهارات للعمليات الانتاجية اللازمة لعمال الحياكة بالمصانع الانتاج يعني لازم يكون عندي المهارات ان انا عايزة الفنيين اللي عادينا على المكانة الحياكة يطلعوا منتج جيد فلازم اكون عامل تحليل المهارة دي وايه هي العمليات اللازمة للوصول لمهارة جيد بمصانع الانتاج المتسلسل في دوق هندسة الانتاج لدراسة الزمن والحركة لعمليات المناولة يعني عند الوقت بعمل المنتج المنتج بتنقل من مكانة لماكنة عبال ما يوصل لاخر مكانة يكون اتجمع المنتج كله فبيبقى فيه هنا عمليات منولة المكانة دي بتخلص بتناول المكانة اللي وراها وهكذا فلازم يكون فيه سرعة وفيه حركة ويكون متحدد كمان الزمن اللي هيشتغل فيه علشان ما يعطلش الانتاج لان انا لو عندي عامل شغال على مكانة وبطيء في الشغل هيتركم عليه الشغل وبالتالي المكانة اللي بعديه هتبقى الشغل عليها بطيء وفاضي فهيعطلني فيه الانتاج فلازم اراعي الزمن والحركة في عملية التناول ده مهمة قوي قوي في التدريب واحنا قلنا ان انا بحدد السرعة بتاعة العامل لازم يكون العامل اللي يشتغل على مكانة السرعة الانتاج ابقى ظابط السرعة بتاعته على سرعة المكينة ما يكونش عنده بطء لو عنده بطء بعمله تدريب عشان يتدرب على السرعة بتاعة المكان نكمل نكساب المتدرب اي مهارة لابد من الشرح مع استخدام وسائل اضاح يعني لازم اشرح واعمل وسائل اضاح كمان العرض العملي للتنفيذ لازم يكون فيه عرض عملي للتنفيذ لان احنا جغلنا كله مهارات عملية مش نظرية فلازم يكون هو شايف قدامه العملي بتنفذ ازاي على الايه الماكين التأكد من المتدرب قد فاهم المطلوب بشكل صحيح لازم اتأكد من ده طب انا بتأكد من ده ازاي ممكن اعمله اختبار صغير ادي له سؤال اخليه يجرب بنفسه هو ده ان انا ما يخرجش من التدريب الا ما يكون فاهم بطريقة صحيحة ايه المطلوب منه للتنفيذ تبني المهارات واحدة تلو الاخرى لازم يكون ايه متبني المهارات دي واحدة وراء التنفيذ لا نتوقع من المتدرب ان يكتسب اكثر من مهارة دفعة واحدة حيث لا يستطيع المخ البشري التفكير في اكثر من فعل في اي في ايه واحد لانا نتوقع من المتدرب ان يكتسب اكثر من مهارة دفعة واحدة حيث لا يستطيع المخ البشري التفكير في اكثر من فعل في ايه واحد يعني دلوقتي انا ما اقدرش ادي للمتدرب الا تدريب واحد بس ادي له مهارة واحدة بس هو لا يشتغل فيها ما ادلوش اكتر من مهارة لانه مش هيستوعب المهارات الكتير اللي اخدها هو جاي انا ادربه على مهارة واحدة فقط اول ما اكتسب ادربه على ايه تاني مهارة اكتسب ادربه على تلت مهارة لكن ما اقدرش ادي له كل المهارات مرة واحدة هو مش هيفهم ولا واحدة منها ومش هيستوعب ولا واحدة منها لا يجب البدء في تدريب المتدرب على المهارة الثانية مثلا قبل ان يجيد المهارة الاولى وهكذا يعني لازم انا دربت على المهارة الاولى لازم اتأكد ان هو اكتاز المهارة الاولى دي قبل ما ابدأ التدريب في المهارة التانية وكذلك ليه عشان احافظ على مستوى العامل اللي يشتغل معايا في المصنع ده وادمن ان هو فهم المهارة الاولى المطلوبة منه عشان ينفذها وابدأ بعد كده ادي له المهارة التانية وهكذا لغاية ما يوصل المستوى الاعلى اللي انا طلبه حيث انه اذا تحولت المهارة الاولى الى فعل اعتيادي بشكل خاطئ سوف يتطلب تقويمها اعادة التدريب بمعنى زيادة التكاليف او القبول بمستوى سيء للمنتج يعني هو لازم يكون انا متأكدة ان المهارة دي اخدها واكتسبها وجمان ادى فيها اداء جيد جدا لو انا ما عملتش ده هلاقي ان اصبح عندي منتج سيء لي الغاية المهارات تتحول الى عادة تلقائية بتكرار التمرين حيث تنتقل المهارة الى الزاكرة المؤكدة لتتحول الى افعال اعتيادية وبتكرار التمرين عليها تنتقل الى الزاكرة المستديم يعني انا عندي المهارة دي لازم يبقى فيه تكرار في التدريب عليها اول ما بيوصل لمرحلة التدريب النهائي واجتيازه للمهارة دي خلاص المهارة دي بتتحفز بالزاكرة فبيعملها وبسهولة جدا ويه بتكون غير معقدة تماما وبيبقى اعتاد عليها بقت حاجة عادية خالص ان هو يمارس المهارة دي اتضمن برنامج تدريب المراحل التالية المرحلة الاولى التأهيل والاعداد المخطط التأهيل والاعداد المخطط حيث ان ما هي تبقى في الزاكرة من مدخلات حاسة السمع يتراوح ما بين 10% الى 15% يعني انا عندي بعد ما بيخلص تدريب بيبقى الموجود في الزاكرة من 10% الى 15% فقط بعد الانتهاء من التدريب المرحلة الثانية المدخل الفني الى الماكينات العمل على الماكينة بدون لضم الخيط والتدريب على تمارين ورقية لاجتابة متدرب مهارات يعني انا بدي كل واحد ورقة واقول له امشي على الورقة دي على الخطوط اللي انا عاملها لك على الورقة دي عشان اشوف مهاراته في ضبط الحركة على الماكينة قبل ما تدي له قطعة قماش وقول له ايه خيطها او امشي على الخطوط فانا الاول بقى ايه بخليه يمشي على الورقة ورقة تخين شبيه بالقماش واقول له امشي على الخطوط دي عشان اضمن ان هو يعرف يمشي على الخطوط المستقيمة الخطوط الميلة الخطوط المنحنية دي كلها بياخد بعد كده بيبدأ ادربه على قطعة قماش بخليه يمشي على برضو قطعة قماش على الخطوط اللي انا حتى بعد كده لما اكتزوا المهارات دي كلها بيبدأ بعد كده روح ايه مش اغلاه في الخط الانتاجي لانه اكتز كل المهارات اللي انا ايه اديتها له تعالوا نشوف نكمل مع بعض يبقى العمل على الماكينة بدون لضم الخيط والتدريب على تمارين ورقية الاجساب ايه المتدرب مهارات تعالوا نشوف المهارات بقى التوافق العضلي البصري والحسي مع حركة ضغط وسحب الاجزاء الماكينكية الاحساس والتحكم في اتجاه تغذية الماكينة المرحلة الرابعة هو تدريبات السرعة والتوافق تدريبات السرعة والتوافق الهدف من التدريبات اكساب المتدرب المهارات الاسية للسرعة والتوافق البصري والحركة للعين واليد والقدم والصاق والثقة في العمل على الماكينة يبقى الهدف من التدريبات اكساب ايه المهارات الاسية ماشي للسرعة والتوافق البصري والحركة طبعاً للمين للعين واليد والقدم والصاق ان هو يقدر يتحكم في المهارات بتاعته ايه اللي بتعتمد على العين الرؤية والرؤية والسرعة والتوافق البصري واليد والقدم في الحركة ان انا بوعد على مكانة الحياكة بستخدم كل الحواس بتاعتي دي بتبقى مركزة فلازم تبقى مركزة كلها مع بعض عشان تديني عمل جيد المرحلة الخامسة للتدريب تدريب عملية بسيطة الهدف من التدريب اكساب المتدرب مهارات تكرار حركات المناولة الهدف من التدريب اكساب المتدرب مهارات تكرار حركات المناولة المرحلة السادسة تمرينات مصممة لإكساب المتدرب مهارات عملية انتاجية تمرينات مصممة لكساب متدرب مهارات عملية انتاجية المرحلة السابعة التدريب على العمليات الانتاجية دي المرحلة السابعة ان انا بدربه بقى على عمليات انتاجية ان هو هيبدأ يدخل فيه الخط الانتاجي مدابعة عمال التدريب داخل خطوط الانتاج ازاي بقى اتابع انا دربت الفنيين والعمال دلت على التدريب وخرجوا من التدريب هيبدأوا ينزلوا خط الانتاج ويبدأوا يشتغل هتباحهم بقى ازاي وهم شغالين في الخط الانتاجي ايه خطوات اللي هتباح عشان اعرف هم اكتازوا التدريب وهيطبقوا اللي اخدوه صح ولا لم يكتازوا التدريب او هيطبقواه غلط او في حاجات وقعت منهم مش عارفين يكملوها في حاجات نسيوها لازم اعمل متابعة على الناس اللي اتدرابت عندي دي تعالوا بقى نشوف اتباحهم ازاي داخل خطوط الانتاج يتم متابعة العمالة المستجدة داخل الخطوط بعد فترة متابعة من قسم التدريب ويتم عمل تقرير يومي عن انتاج العمال على النموذج الموضح وذلك بتحديد انتاج وكفاءة العامل المستجد يعني انا بعمل بطاقة نموذج وببدأ اتابع عليه يعني زي بطاقات الملاحظة او التقرير كده بعمل تقرير يومي بينزل يتابع بيه الاشخاص اللي تم تدريبهم ويكتب ايه في التقرير دوت هم الخطوات العمل او التنفيذ وايه هي كفاءتهم في العمل وفي الانتاج بعد الانتهاء من فترة التدريب يتم ادخال العمال الجدد الى المواضع التي تم التدريب عليها ومتابعتهم بالمصنع من انتاج وجودة انتاج يعني بعد ما خلص فترة التدريب دي خلاص ويه بتأكد ان هم اتدربوا كويس وطلعوا نتاج كويسة ببدأ اسكنهم في الاقسام اللي ايه اللي هم اتدربوا عليه نفع كفاءة العمال الجدد وتشجيعهم على زيادة الانتاج وتسجيل انتاجهم كل ساعة تقييم النشاط التدريب كيفية تقييم النشاط التدريب ازاي اعمل تقييم لنشاط التدريب انا طبعا بعمل ده عن تقييم بتاقت الملاحظة والتقارير اللي بتتم على المتدربين ببدأ احدد من خلاله تقييم نشاط التدريب تعالوا شوف ازاي اعمل تقييم النشاط التدريبي تقييم النشاط التدريبي مراحل عملية تقييم النشاط التدريبي المرحلة الاولى التقييم عند اعداد الخطة التدريبية المرحلة الثانية التقييم أثناء التنفيذ للخطة التدريبية المرحلة الثالثة التقييم بعد تنفيذ الخطة التدريبة يبقى عندي فيه ما هو قبل وما هو أثناء وما هو بعد إدارة الأجور إحنا كده اتكلمنا عن إيه إدارة التدريب وخلصناها تعالوا بقى نشوف إدارة الأجور وإزاي أحدد الأجور للموظفين والعمال والفنين الموجودين داخل المؤسسة بتاعتهم هنا بيقول لي إدارة الأجور عرف الأجور وما هي الخطوط الرئيسية للسياسة تخطيط الأجور أول حاجة تعريف الأجر طبعا الأجر ده اللي هو الراتب اللي أنا بحطه اللي أنا هقبض عليه الناس سواء على الدرجة المالية اللي هو محطوطة عليها أو سواء أنا هحسبه بالساعة أو باليوم أو بالشهر أو بالأسبوع حسب الاتفاق اللي أحطه فيه العقد يبقى تعريف الأجر هو مقابل عمل مبزول وفق ما ينص عليه العقد المبروم المبرم بين العامل وصاحب العمل والشخص الذي يكون بالعمل يدعى أجير والشخص الذي يؤدي الأجر يدعى مشغلا يعني ده الأجر ده بيبقى متفق عليه داخل العقد بين العامل وصاحب العمل الخطوط الرئيسية لسياسة تخطيط الأجر يعني إيه الخطوط الرئيسية لسياسة تخطيط الأجر أول حاجة ضمان تحقيق العدالة في توزيع الأجر الاحتفاظ بالتوازن الواجب بين الأجر وبين الانتاج يعني لازم يكون فيه عدالة في توزيع الأجر دي أهم حاجة تاني حاجة بقى طبعا يعني لازم يكون فيه توازن بين الأجر وبين الانتاج ما يكونش الأجر أعلى من الانتاج ولا الانتاج أعلى من الأجر لازم يكون فيه توازن بين الاتنين يبقى الأجر على قد الانتاج اللي بيطلع الربط بين مستويات الأجور وبين مستويات الكفاءة والانتاج لازم أراعي ده إن يكون الشخص اللي بياخد الأجر ده يكون عنده كفاءة وانتاج عالي الاحتفاظ بالتوازن مستمر بين الأجور النقدية والأسعار ملاحظة ترك فارق ملموس بين العمال غير الفنيين والعمال المهرة وفائك المهرة كحافظ لعاء العمال للاتجاه للتدريب ورفع مستواهم مهرتهم انا طبعا دلوقتي انا عندي عمال مهرة وعندي فنيين فلازم اراعي ان في الفنيين المهرة دولت لازم اراعي تكون عندهم حافظ عشان اشجحهم ان هما يبقوا متفوقين والعمال التانيين اشجحهم ان هما يحاولوا يبقوا في مهرة زي دول عشان ياخدوا حافظ نظم نظم دفع الأجور هنا بيقولي القرن بين النظم دفع الأجور مع توضيح المزايا والعلوب لكل نظام ايه هي نظم دفع الأجور الأجر الزمني على اساس وحدات من الزمن كالساعة او اليوم او الشهر يقضيها العامل في عمله يعني انا بحدد الأجر الزمني سواء بالساعة او باليوم او بالشهر ممكن بالاسبوع كمان مميزاته ضمان دخل معين للعامل يوفر الاستقرار النفسي للعمل يعني انا عامل حسابي ان انا باخد أجر والأجر ده لازم يكون بيلبي احتياجاتي وبيبقى فيه استقرار نفسي ان انا عندي مرتب باخده نظير الأجر اللي انا ايه بعمله صلاحية النظام بالنسبة للعامل في حالة أداء مجموعة متفاوتة من الأعمال النمطية عيوبه هبوط مستوى الأداء نظرا لعدم التمييز بين العامل المميز والعامل العادي هبوط توفر الحافظ لمضاعفة الانتاج على وعلى احباط العامل الممتاز الأجر حسب الانتاج الاساس فيه نظمه ارتباط الأجر ارتباطا وسيقا بمعدل انتاج العامل او بمتوسط انتاج مجموعة من العمال يعني انا ببقى محددة الأجر ده حسب الانتاج يعني بدي الأجر حسب الانتاج اللي بيطلعه العامل في اليوم او في الساعة او في الاسبوع او في الشهر او في الطلبية كلها ممكن امحددة اجر العامل ايه في الطلبية تدور فكرته حول مكافئة العمال المجدين اذا ما حقق معدلا محددا او فوقك عنه يعني انا بقى دي مكافئة بقى عشان العمال اللي هما اللي هما اللي عنده اللي بيبزل جهد مميز وفعال ده بتحاسب بالقطع سيتم هذا النظام في حالة الصناعات التي يسهل فيها قياس كمية انتاج العامل او مجموعة من العمال بدقة هذا النظام افضل طريقة لزيادة الانتاج ويساعدهم على التنبؤ باحداث ووقائع المستقبل ويحدد معدل الاجر بقسمة الاجر الزمني الوظيفة على العدد النمطي لو الادنى للوحدات يتوقع من العامل انتاجها في اليوم مزايا بقى عدالة الطريقة واتقنها في المبدأ مع الكفاءة الانتاجية سهولة حساب الاجر استعادة صاحب العمل من كمية الانتاج الزائد مما يقلل التكلفة جودة السلعة ذات اهمية خاصة وجود الاشراف السليم ومعرفة الكمية الواجب انتاجها في اليوم عيوب بقى سوق صحة العاملين والارهاقة الذي يصيب العامل يعني ده بيأثر على صحة العامل ويبقى دايما على طول مرهق صعوبة استخدام هذا النظام الناجح اذا كانت العاملات متعلقة ببعضها البعض قصرة الاعمال الكتابية نظرا لتغير مستويات الاجور الاجر التشجيعي بقى الغرض منه زيادة الانتاج على اساس اغراء العامل بالحصول على مزيد من المال مقابل انتاج ومجهود اقصر يبقى الغرض منه زيادة الانتاج على اساس اغراء العامل بالحصول على مزيد من المال مقابل انتاج ومجهود اقصر وترى الإدارة هذه السياسة علاجا للإشراف الغير فعال أو صعوبة العمل أو عدم انتظام سيرو أو انخفاض الروح المعنوية أو ببوط مستوى الانتاجية بدرجة لا طرد عنها مثال الأجر في مصانع التريكو والملابس الجهز بالنسبة للتريكو الأجر بحساب عدد السطور المنتجة يوميا عن طريق عداد الماكينة أو بالمتر بالنسبة للملابس الجهزة الأجر يحسب عن طريق القطعة أي عدد المنتجات في اليوم أو الطريحة أي انتاج كمية محددة وتحديد أجر لها بالإضافة إلى النظم المتبعة للأجر بالساعة أو بالمدة أو بالشعر مع الأخذ بنظم المكافئات السابقة أجور تشجيعي أهمية التحفيز بقى لجباع دوافع الإنسان المادية والنفسية والزهنية والاجتماعية وهي ضرورية لتحقيق أهداف المنظمة أهداف الحوافز تشجيع المنفسة بين العاملين تميز الأفراد زوء الأداء المميز حفز زوء الأداء المتوسط على التقديم تحفيز يعني زوء الأداء المتوسط على التقدم دايما إبراز هوية المنظمة في الأداء المتميز استمرار التميز في الأداء وتطوير الأداء المستقبلي شروط نجاح نظام الحوافز اتفاق أهداف العمل وأهداف الأفراد توفق الوظيفة مع ميول الفرد وقدراته الجمع بين الجانبين المادي والمعنوي تناسب الحافز مع الجهد المطلوب مراعاة عنصر التكاليف ارتباط الحافز بالسلوك المطلوب وفورية تطبيقه يعني لازم يكون الحافز مرتبط بالسلوك المطلوب ويكون متوفر لتطبيقه عدالة الحافز وشعور العاملين بذلك وضوح نظام الحوافز وأساسها وشروط الحصول عليها اشراك الأفراد في وضع خطة الحوافز توجيه الحوافز للأداء الجيد وتنمية السلوك المرغوب تجديد فعالية الحوافز بإعلانها وتأكيد أهدفها وشرح أساسها تناسك الحوافز والتغلب على تناقض أجزائها الحافز المادي والاجتماعي مثلا والجودة والكمل توفير القدوة الحسنة للأفراد في الأداء والعلاقات التعرف على رد فعل الأفراد واستطلاع رأهم اتجاه الحوافز اعتبار الحوافز جزءا من إدارة المورد البشرية يجب أن يتناسك مع بقية الأجزاء تقويم نظام الحوافز وتطورها نيجي بقى ناخد بعض الأسئلة على الجزء اللي احنا خبناه بتاع الباب الأول الدور التنفيذي ويطلق عليه الدور نقط ويشمل ايه؟ هنا التخطيط والاستقطاب احنا قلنا هنا الدور التنفيذي يطلق عليه الدور التقليدي التقليدي ويشمل التخطيط والاستقطاب والتسكين التدريب والتنمية التعوضات رواتب والمزايا الأفراد هم استثمار إذا أحسنت نقط ويمكن أن يحقق مكاسب طويلة الأجل منظمة في شكل يبقى الأفراد هم استثمار إذا أحسن إدارته وتنميته يمكن أن يحقق مكاسب طويلة الأجل للمنظمة في شكل زيادة الانتاج السياسات والبرامج والممارسات لابد أن تخلق لإجباع الحاجات نقط ونقط بسياسات والبرامج والممارسات لابد أن تخلق لإجباع الحاجات النفسية والاقتصادية للفرد نقط لابد أن تخلق بحيث تشجع الأفراد على تنمية واستغلال معارضهم لأقصى حد يبقى بيئة العمل لابد أن تخلق بحيث تشجع الأفراد على تنمية واستغلال معارضهم لأقصى حد إتاحة تقنيات المعلومات والاتصالات خاصة التطور في الفكر إتاحة تقنيات المعلومات والاتصالات خاصة صورة الانترنت التطور في الفكر الإداري والموارد البشرية أصعب عنصر في منظومة العمل في أي منظمة هو الإنسان مسئولية التعامل مع الإنسان تنصب في المقام الأول على وظيفة إدارة الموارد البشرية يقصد بالتحليل الوظيفي هو عملية جمع وتحليل وتركيب المعلومات الخاصة بكل وظيفة بغرض التعرف على كل ما يتعلق بالوظيفة من حيث متطلباتها وخصائصها وطبيعتها عن طريق الدراسة والملاحظة واستخدام الترك العلمية الحديثة المتوفرة في هذا المجال تحليل وتوصيف الوظائف يشمل الوظيفة العمل الفئة الدرجة الوصف الوظيفي هو عبارة عن كتابة وصف كامل المهام للمهامات والواجبات التي يقوم بها شاغل الوظيفة وكذلك المؤهلات العلمية والعملية المطلوبة تحليل الوظيفة يشمل الاستكتاب السرد الكتابي الملاحظة والمقابلة الناتج الأول لتحليل الوظيفة هو وصف الوظيفة ينقسم التوصيف الوظيفي إلى المسمى الوظيفي ملخص الوظيفة المهام الرئيسية المعارف والمهارات المطلوبة للمنصب المقصود وصف وتحليل الوظيفة هو أساس تحديد الأجور وغيرها من نواحي إدارة الأفراد مثل الاختبار والتدريب والنقل والتركية والأجور التشجعي هنا بيقول لي سؤال ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطئة من من مزايا تطبيق الإلكتروني في إدارة الموارد البشرية توفير استخدام الورق؟ طبعا إجابة صحيحة خطوات عمليات تخطيط الموارد البشرية هي التأكد من تخطيط احتياجات المنظمة من الموظفين؟ طبعا إجابة صحيحة طريقة الاستقصاء طريقة تستخدم عادة لإتمام برنامج تحرير وتقويم الوظائف طبعا إجابة صحيحة طريقة المقابلة تعطي طريقة المقابلة نتائج غاية في الدقة وحسن استخدام الوقت وتكون المقابلة مع الملاحظة هي المدخل المفضل طبعا هنا إجابة إيه؟ صح توفي المقابلة معلومات يصعب الحصول عليها عن طريق الملاحظة طبعا هنا الإجابة إيه؟ صحيح إحنا كده خلصنا الجزء بتاع الباب الأول بمتكلم فيه عن إدارة تخطيط الموارد البشرية أتمنى تكون الجزء اللي احنا شرحنا ده استفدتم منه الأسئلة اللي احنا الدينية تكون كافية وتكون غطة المحتوى اللي احنا خدناه أتمنى لكم التوفيق والنجاح وأشوفكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة